السلام عليكم. معكم محمود. ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعود بالله من شروري عنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهدي الله فانا وضل الله وانيضل فلا هدية لو بإذن الله تماما بعد. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نبدأ حالتنا على بركة الله تعالى. ان شر الأمور ومحدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قلة وكفى خير مما كثرة وقالها بإذن الله. اربع حاجات ما ينفعش تطنشهم ولا تغفالهم وانت بتدور على شغل في روسيا. اول حاجة المنصة اللي حضرك بتدور عليه. وعلى فاكرة الشغل اللي بتكلم عليه ده في كل المجالات. مجال التجارة الصناعة. اه الخراطة اه اه الديهانات. اه البناء الارضيات اه الهندسة الاي تي اه الوقود اه النفط الغاز اه التعدين اه الدهب اي مجال حضرتك بتفكر فيه او شايف نفسك فيه او دي مهنتك اصلا كل مجالات دي الوظائف المتعلقة بيها لها علاقة بالله انا بقوله نهاردة. اول حاجة المنصة اللي بدور عليها ما تكونش افيتو لو سمحت. في ناس بتستسل وتروح افيتو بس خليوا بالكو الشركات اللي اللي بتنزل وظائف في افيتو غالبا بيبقوا عايزين نوع معين من الناس اللي هم الغالبة من الاخر. فبيفترضوا لنا الغالبان. فهتيجي هتشتغل شغل لنا غالبانة ومرتب غالبان ومعاملة غالبانة وغالبا هتطرفت كمان وهتتوافق عليك بعد فترة في مكان تعبان. طيب دي حاجة. والامثلة كتيرة تقدروا تشوفوهم ويقولوا لكم تاريخهم. اه وكلهم ناس حواليكم على فكرة وزيكم. فتاني حاجة. في النقطة دي. الهيد هانتر هو الاعلى بشهدت الجميع. اعلى شركات. اه بيفترضوا ان اللي مقدم عن طريق الهيد هانتر ده الراجل واثق من نفسه او على مستوى معين من الكفاءة المهنية. فالهيد هانتر له بريستيج ومآمر طيب. بيبقى نقدم ونعمل بتاعنا كويس قوي على الهيد هانتر. تاني حاجة. لو انت ناوي تشتغل او بتخطط بتدور على وظيف للعمل بلغة اجنبية. ده مش معناها ان انت اللغة الروسية هيقبلوك وانت لغة الروسية بتاعتك تعبانة. لأ. حاول بيين ان اللغة الروسية بتاعتك كويسة فهتعمل سيدي كامل باللغة الروسية. مفاش كلام. بيين بقى ايه مهاراتك في اللغة الاجنبية اللي هم هطلبينها. لقى الالماني العربي غالبا يكون انجليزي او الماني او فرنسي او او اسباني. فحضرك بتبين في وبتعمل ده ممكن تعمله باللغة الروسية ومترجم بالكامل. بطريقة انت بقى كده للغة اللي هم هطلبينها. لقى الاسباني او الفرنسي او اي ان كان. لازم يبقى فيه ياما باللغة الاجنبية بس ياما باللغة الاجنبية والروسية. وفي في حاجات مثلا استخدمتها دولية او كده باللغة الفرنسية او بالالمانية او بالاسباني هتكتبها باللغة الاجنبية او بالانجليزي. فهيبقى كله بالروسي مع هادها الحاجات اللي تحتاج انك تكتبها باللغة الاجنبية بالانجليزي هتكتبها بالانجليزي. زي اسم اسم بلد اه اسم شركة حاجات كده. الشركات اشتريت فيها اشتغلت فيها. طيب. بنحاول نبين في ده. انا فلان وضعي في البلد ايه جمعي جنسية او معي اقام موقعات او دائمة. اه ساكم في موسكو مسلا بقى لي سنة ونص اه اه بشتغل اشتغلت الاول في مجال كذا في شركة كذا واسبطت كفاقة بس الشركة قفلت مسلا فانا دلوقتي فاق بحث عن عمل. وتقول مهاراتك بقى التكنولوجية انا بشتغل على كذا وكذا وكذا اشتغلت في مشاريع مسلا تركيب اسقف تكييفات تدفئة ارضية حسب مجال اللي انت حضرك اشتغلت فيه. وبتكتبها بلغة كويسة وبترجعها بقى على والترانسليتر والكلام ده. طيب. دي حاجة. فيبقى كده ايه زبطنا باللغة. طيب. احنا راحين بقى ايه الانترفيو. هل اتمنظر بلغتي قدام الانترفيو الاول بتاع الاتش ار? غالبا ما بيختبركش في اللغة. اختبار اللغة ممكن يبقى او حاجة. او آآ الشخص اللي هو 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 اللي هيجي يختبرك في اللغة. فهنتحاول تتمنظر باللغة الانجليزية او اللغة الاجنبية قدام موظفة الاتش ار لان غالبا هي متعرفش اللغة دي. طيب. نيجي للحاجة التالتة. آآ اللغة الروسية. ازاي آآ ان انا ابقى لغتي هما اولا الشركة عارفة انك اجنبي. عارفين لغتك الروسية مش اصلية. عارفين ان انت يبقى عندك بعض الاخطاء. بس ما متصورين ان انت مدام وصلت للمرحلة دي وجبناك هنا في الانتربيو ويبقى مستوكل لغة الروسية ما نزلتش على مستوى معينة. اوكي? فخليهم عند حسن آآ خليك عند حسن ظنهم بخدر الامكان. يعني ايه? في فيديوهات على اليوتيوب آآ بتبين لك الاجابات المثلة في اما يبقى عندك انتربيو او مقابلة شخصية للعمل في الشركات الروسية. الافضل نجاوب ايه? اما نتسئل ايه? اما تيجي تحبر عن نفسك يستحسن تقولها ازاي? هتتهي جمل كتيرة حضاياك ما استخدنتهاش قبل كده ما تعرفهاش. فاحفظها وحتى انطقها زيهم بالزبط. عشان بتفرق قوي. الطبيعة البشرية بتقيم اللغة اللي بيسمعوها بعدد الاخطاء للأسف. مش بقدية انت اتكلمت. انت ممكن تتكلم تلت ساحة وتقول كلام جامد جدا ومبهر بالنسبة لهم ولكن في النص قلت اتناشر غلطة. في النهايات كده في النطق. فيقولك اه بس هو كويس وامتاز بس اللغة الروسية بتاعته. اتناشر غلطة كتير. بينما واحد تاني غيرك قاعد يتكلم خمس دقايق ولا دقتين حتى. وقال غلطة واحدة. فبالنسبة لهم هو احسن منك. لان ما سمهوش منه اخطاء اكتر من واحدة. فيقولك كيبه كده نجح. فمقل ودل وجمل محفوظة وتتضرب عليها كزا مرة. وما بيجي يكلمك يقولك عايزينك في التليفون. قلهم معلش. آآ هيقولك عايزينك بكرة. قلهم معلش بكرة مجهول ممكن بعد اربعة ايام حاول في المتوسط خد اربعة ايام راحة قبل الانترفيو وما تخافش. ما تقلقش. رابع حاجة. والاخيرة. السلوري. بيبقى كتير فيه اعلانات. وظيفة. حالك اللي انت عايزها واللي عارفها. وبتعرف تعمل المطلوب فيها معظمه مثلا. وبيتدوب مثلا ايه مرتبها ستين الف روبل. في شركة صغيرة. في شركة تانية فوق المتوسط بشوية ولا كبيرة. هتدي مية وعشرين الف روبل او مية وتلاتين الف روبل على نفس الوظيفة او نفس المتطلبات. معظم الناس ما بتقدمش على الوظيفة مية وعشرين عشان يقولك دي شركة كبيرة وهتعصرني وغالبا هترفض وبضاعت وقتي واحركت نفسي فخليني الشركة الصغيرة على قدي كده كبداية. وده خطأ كبير. لان اللي بيروح الشركة الصغيرة غالبا هو اللي تعيصر اكتر لان غالبا معظم الناس هتقدم على الوظيفة الصغيرة او بتقدم على الوظيفة اللي مرتبها صغير في الشركة الصغيرة. فبيعصروا عشرة عشان يخطوينهم واحد بس يشتغل في لكن غالبا الشركة الكبيرة عايزة اتنين او تلاتة واللي متقدمين على الوظيفة خمسة او ستة. فاحيانا ممكن يشغلوك لان تقريبا ما تقدمش الوظيفة اللي هم عايزين منها عايزين فيها اتنين او تلاتة انتم تلاتة بس اللي قدمتم. فغالبا ممكن تشتغل ومشي عصروك قوي. وهتبقى آآ عايزين يعرفوا بتاعتك. والمينتاليتي بتاعتك وقدرتك على التعامل مع آآ افراد الشركة. وتعاونك معهم باكتر من قدرتك التكنيكالية. لان بيقولك كله بيتدرب عندنا وكله هتتعلمه عندنا. ولكن المهم ان حضرتك عندك قدرة على التعلم والتناغم مع مجتمع الشركة المحترمة اللي احنا فيها ولا لأ? ده الاتشقار متاع الشركات الكبيرة واول لفوق المتوسطة. لكن تحت المتوسطة والتعبنين ما يهموش الحاجات دي اهم حاجة يعمل الحاجات دي. اخر حاجة احب اقولها لك هو هتشتغل يعني ايه فيه انجينير كده اللي هو بيعمل كل حاجة. يقولك مرتب بمسألة الوظيفة ممكن تبقى شركة صغيرة بس عارضة مرتب كبيرة. ليه يا حبيبي? لان احنا هتعمل كل حاجة. هتمسح وتكنس وتطبخ وتلمع وتنادي على الزباين وتطبطب على الزباين وتحاسب الزباين وتقفل الحسابات اخر اليوم. ايه ده? انا اعمل كله? اه. معشان كده بالمبلغ ده. لو هتعمل نص الحاجات دي هنديك نص المرتب. فالاحسن ان انت مشتغلش ايه و هتعمل كل حاجة. خليك في حاجة متخصصة وفي شركة كبيرة وفي المرتب الاعلى. لان غالبا هو ده مكانك. وهو ده الشجعان والابطال اللي ما بيقدمش على الوظيفة العالية دي الا ناس قليلة للأسف. فحط نفسك في المكان الصح. دي نصيحة اخوك ونصيحة مجرب. فما تغفلهاش لو سمحت. اللي اربع حاجات دي حاجات فيتال حاجات مهمة جدا. اوعى اوعى تشتغل وانت رايح مش مجاهز نفسك في الجمل اللي هتقولها باللغة الروسية. اوعى اوعى تكون مش مجاهز نفسك كمان في اللغة الاجنبية. اوعى تكون رايح وانت مكفهر وتعبان وخايف ومرعوب. فعشان كابه بقولك ادي نفسك اربعة يام براح. اوعى تقدم فيه منصات ضعيفة وغالبانة. اوعى تردم مرتب قليل. والمناظر ليه فيه مرتب اعلى لنفس الوظيفة في شركة تانية. يبقى منطقيا نتخفش من الشركة الكبيرة وتقدم على المرتب العالي. وكله على الله وربنا كريم. ويوسع عليكم ان شاء الله. ولازم اجري بقى الحى الرحلة لان انا في مطار دبي. اه قصدي في مطار المكتوب في دبي. في دبي في مطارين. مطار دبي الدولي الرئيسي. وفي مطار المكتوب اللي احنا فيه دلوقتي. اللي بيسافر على مدن كتيرة في روسيا. فهو قدامكم المطار. فيه ما ينبلاش هناك كده. وفيه مكان للصلاة. اه والبارك جبير. والمطار هادي والركاب قليلين. فالحياة جميلة هنا. اه سبحانك الله ومحمد الكاشدوان. لا لا لا. استخدرك واتوبوا لايك. شكرا على خير في حمز الله. السلام عليكم. بالتوفيق. امان.